ألقت الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن محاضرة قيمة في المركز اليسوعي بعمان بحضور عدد من شبيبة الكلدان تحدثت فيها عن أخلاقيات التعامل مع أدوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على فئة الشباب من الجيل الحاضر كما ركزت السمعان في محاضرتها على المحاذير المهنية والشفافية والمصدقية التي يتعين على الإعلام التقيد والالتزام بها في كتابة الخبر الصحفي مشيرة إلى وقوع مشاكل سياسية واجتماعية ودينية كبيرة أحيانا بسبب التنمر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة تكون أحيانا باعثا للفتنة والكرهية بين الناس وفي ختام المحاضرة دار نقاش موسع أجابت خلاله الدكتورة السمعان على أسئلة الشبيبة حول بعض الجوانب المتعلقة بالمهنة الصحفية اتشرفت اليوم في الحديث بلقاء مع مجموعة من الصبايا والشباب شبيبة الكلدان اللي بشرف عليهم أبونا زيت حبابة في الحديث عن الأخلاقيات التعامل مع أدوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفئة الشباب كان اللقاء جدا رائع وصار في هذا الحديث تبادل للأراء بهذا اللقاء عن كيف أنه أدوات التواصل الاجتماعي عم بأثر على جيل هذا الجيلنا الحاضر جيل اليوم وطبعا أخذنا الجانب الإيجابي والسلبي فكان اللقاء مثمر وإن شاء الله وعدناهم في لقاءات أخرى وطبعا نورساد دائما حاضرة في كنائسنا ومع شبيبتنا فهذه رسالتنا ويعطيكم العافية صراحة كانت محاضرة غنية هوايا كانت معلومات ما نعرفها شنو هي موصلة دخل نقول شنو هي حدود الصحافة شنو هي حدود الإعلام وشنو هي القيود اللي ممكن تنحط عليها من قبل إذا كانت دولة أو من قبل جهات أخرى أيضا شنو هي السلبيات شنو هي الإيجابيات إذا كانت أنا ناشط اجتماعي شنو أقدر أنا أحاول أروج الإيجابيات أكثر من السلبيات حتى لا نثير فتنة إذا كان بوست أو فيديو أو شي لا نثير خطاب كراهية كانت محاضرة خفيفة لطيفة بعيدة عن شوية عن الدين وبعيدة عن الشغلات الثانية اللي متعودين عليها هنا بالشبيبة فالشي العلاقة بالمجتمع فالشي العلاقة إحنا بينك أشخاص باعتبارها إلى هوايا مؤثر على حياتنا فكلش حلوة كانت